بعد قرابة عام كامل من التحقيق الذي قامت به لجنة ولائية تابعة لاتحاد التجارة كشفت عن تلاعب كبير ومحاولة لاحتكار السلع من طرف بعض تجار الجملة بالصمارة الذين اعتمدوا سياسة المضاربة للربح السريع لا سيما بعد تكديس سلع تقدر بالأطنان في مخازن متواجدة في كل من بلدية براقي خريسية الكاليتوس وسيديموسا هذه المخازن من المنتظر أن تفرغ من محتوياتها في شهر رمضان الكريم لرفع الأسعار والمضاربة تحقيقات اللي قمنا بهم واللي قمت بهم اللي انترأس اللجنة هذي اللي رح يتحقق فيما يخص سوق الجملة للمواد الغدائية العامة للصمار في الناس جنات أموال كثيرة يعني وعندهم هذو التجار اللي رحم بعض من التجار اللي رحم الجملة اللي رحم في الصمارة المواد الغدائية العامة كتسوا تسلع ويديروا المضاربة وعندهم ديستوك كثيرة يعني ديستوك هذي حطينهم في بلدية براقي حطينهم في بلدية خريسية حطينهم في بلدية الكاليتوس بلدية سيديموسا المنصق الولائي لاتحاد التجارة ألحى على ضرورة تدخل وزارة التجارة لحل هذه المعضلة التي باتت سيناريو يتكرر في كل مناسبة مقترحا في السياق ذاته تمويل التجار الصغار من طرف المستورد مباشرة لقطع الطريق على الوسطاء والأعوان وزارة التجارة يتحركوا في هذه النهارات يعني مشحتها يلحق نهار رمضان أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم وما فتئت تظهر تخوفات من عدم استقرار أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية الفترة القادمة التي باتت مسلسلا يتكرر مع كل مناسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهذا البرنامج راح نجزدوه بالتنسيق مع سيد والي وليت العاصمة لإنشاء أسواق الرحمة وهذه الأسواق تكون فيها حتى الستين مئة خيمة شكور الناس اللي هما راح يشاركوا في الأسواق الرحمة هما التجار المخلصين منهم المستوردين يعني المخلصين منهم تجار الجملة المخلصين اللي راح يعملوا مباشرة مع المستهلك وخاصة منهم يعني أسواق الأسواق الجملة الخضر والفواكه اللي راح يشاركون منهم الفروع تن تعل اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء اللي راح نديروا سوق يعني اللي انكسروا به الاحتكار تعل المضاربين من تجار الخضر والفواكه من تجار المواد الغذائية العماء ومالتجار انتعلوا حوم البيضاء والحمرة